مباشرة من فندق المرسى حيث وصلت الحفلات التي نقلت الرعاية الجزائريين الذين وصلوا من أهان يهان الصينية اليوم تمام الثاني عشر على متن الرحلة الجوية الجزائرية إذن وكم التوجه إلى فندق المرسى لإقامة الرعاية الجزائريين الذين وصلوا اليوم لمدة 14 أو فندق الرئيس إذن هذه صور الحفلات التي وصلت من مطار هواري بومدين تقل الرعاية الجزائريين الذين تم ترحيلهم اليوم من يهان الصينية التي تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا إذن كما نرى في هذه الصور إذن فندق الرئيس بعين طايا نعم إنها وصلت هذه الحفلات إلى فندق الرئيس بعين طايا حيث يقيم المرحلين الجزائريين أغلبهم طالبة وكان من بينهم أيضا تونسيين الذين تم نقلهم على متن طائرة عسكرية إلى بلدهم تونس أما الجزائريين فتم نقلهم إلى فندق الرئيس بعين طايا للبقاء لمدة 14 يوم في هذا الفندق حتى يتم التأكد عدم إذن صور وصول الحافلات حافلات التي تقل الجزائريين القادمين من يهان الصينية وكانت قناة النهار أفردت تغطية مباشرة من المطار الدولي بهواري بومديان حيث شهدت وصول الرحلة القادمة من الصين تحديدا مدينة يهان المحجورة صحيا نظرا طبعا لانتشار الكبير لهذا الوباء وكانت الجزائر قد قامت بإجلاء رعاية الجزائريين طبعا بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخلب هؤلاء المرحلين هم من الطلبة إذن كما تم إجلاء تونسيين ليبيين ماليين أيضا وكما قلت وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفى الذي كان في استقبالهم اليوم في المطار سيد عبد الرحمن بن بوزيد قال أن كان في تصريح سابق قال أن الجزائر لحد الآن لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا داخل الوطن كما أيضا تحدث وقال أن الركاب القدمين من الصين سيخضعون للمراقبة الطبية لمدة 14 يوم كما نلاحظ وصول الحافلات التي تقل الرعاية الجزائريين رفقة طاقم الطائرة إذن وصلوا إلى فندق الرئيس بعين طايا سيخضعون للمراقبة الطبية لمدة 14 يوم للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا الذي يشهد انتشارا خطيرا في مدينة يوهان الصينية وكان العديد من الطلبة الجزائريين عبر فيديوهات قدموا نداءات استغاثة من في الصين فندق نعم كما قلت إذن هذه الصور تصلنا من فندق رئيس بعين طايا حيث سيستقبل الرعاية الجزائريين القادمين من يوهان الصينية اليوم على متن رحلة الجوية الجزائرية ووصلوا اليوم إلى مطار هواري بومدين وكان في استقبالهم وزير الصحة إذن